السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في نشرة الأخبار من تلفزيو الكوت بعد مناقشة لجنة الميزانيات الفرلمانية لميزانية جامعة الكويت للسنة المالية الحالية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية أصدرت اللجنة ميانا أكد فيه رئيس اللجنة النائب سيد عدنان عبدالصمد وجود إيجابية في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وأعتبر عبدالصمد أن تصنيف جامعة الكويت عربيا لا يتناسب مع خبراتها الأكاديمية كأقدم جامعة خليجية يأتي ذلك فيما قررت اللجنة التعليمية البرلمانية دعوة وزير التربية وزير التعليم العالي لحضور اجتماعها الأحد المقبل لاستكمال التحقيق في التعينات والابتعاد في جامعة الكويت والمعهد التطبيقي بناء على تكليف المجلس أقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني اجتماعا اليوم بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي لمناقشة ميزانية جامعة الكويت لسنة المالية 2017-2018 والحساب الختامي لسنة المالية 2015-2016 وقال الرئيس اللجنة سيد عدنان عبدالصمد أن اللجنة تتبين لها ارتفاع تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل إيجابي مشيرا إلى أن الديوان صنف جامعة الكويت ضمن الجهات الجادة في تسوية ملاحظاتها بشكل عام كما أكد سيد عدنان أن المخالفات الوائدة في تغرير المراقبين الماليين على جامعة الكويت كان أغلبها يتعلق بصرف مبالغ مالية بناء على لوائح غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية والتي كانت محل خلاف بين جهاز المراقبين وإدارة الجامعة بعدم خضوع لوائحهم لديوان الخدمة المدنية الأمر الذي أدى إلى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي حسم الخلاف لصالح الجامعة مما ترتب عليه انتفاء أغلب الملاحظات المسجلة على الجامعة لجنة الميزانيات أشارت أيضا إلى أن ترتيب جامعة الكويت بلغ حسب مؤسسة كيو اس لتصنيف الجامعات المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى الدول العربية كما أتت الكويت في المرتبة قبل الأقيرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى غررت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها اليوم دعوة وزر التربية وزر التعليم العالي دكتور محمد الفارس لحضور اجتماعها يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيق في التعيينات والابتعاث في جامعة الكويت والمعهد التطبيقي بناء على تكريف المجلس ترجمة نانسي قنقر